اشتركوا في القناة المطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشركات وطرق تمويل التجارة الدولية وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي أن التجارة الدولية تلعب دورا بارزا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة مبينا أن التجارة الدولية تواجه عددا من المخاطر التي ينبغي على كل تاجر معرفتها هذا المشروع يمثل يمكن نقلة نوعية في نشاط الغرفة في الوعي الجماهيري في مواضيع التجارة المحلية والتجارة الدولية طبعا بالنسبة للتجارة الدولية فيها ناس متخصصين لها من ضمنها مثل نجنة الوطنية لقفة التجارة الدولية إلى جانب النجان الأثرات والحمد لله بالنسبة لليوم كان موضوع شيق جدا إنه موضوع مهم للغاية وظيفتي هي دعم التجارة الدولية مع الولايات المتحدة وهذا الملتقى يعتبر أحد أهم الأشياء التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين للمجتمع لتعزيز تبادل الأفكار حصلنا على فكرة عن مدى أهمية التجارة والتمويل الدوليين للتنمية بين الشركاء التجاريين والأساس القانوني والأساسيات التجارية وحصلنا على منفعة كبيرة من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثالث من العام 2023 حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير وذكر التقرير أنه خلال الربع الثالث الماضي تجاوزت قيمة الواردات السلعية ملياراً وأربعمائة مليون دينار بانخفاض نسبته خمسة في المئة لنفس الربع من العام السابق من جانب آخر انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة أربعة وعشرين في المئة حيث بلغت تسعمائة وثلاثة وأربعين مليون دينار وبالنسبة إلى إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة أربعة في المئة حيث بلغت مائة وأربعة وثمانين مليون دينار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو ما يجعل المملكة في المرتبة الساديسة عشرة بين اقتصادات دول مجموعة العشرين وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تعتمد المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقط الدولي والتي تقوم على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات